أعلنت وزارة الدخلية عن قيمها بدءا من الغد في زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية كذا 36 معارضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالمدينة الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية يأتي هذا في إطار مواصلة وزارة الدخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لنهاية شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية في مرحلتها 23 التي أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة أنواع السلع بتخفضات كبيرة تصل نسبتها إلى 60% وجود المبادرة بالأسعار والتخفضات اللي موجودة دي بيخلي المواطن يحس أن فعلا السيد رئيس الجمهورية حاسس بالناس وحاسس بالمواطنين وعشان كده بنعمل المبادرات دي اللي بيبقى فيها متوفر كل الأصناف الاستراتيجية وبأسعار مناسبة وأسعار مخفضة ودي بتخلي الناس على الأقل تشعر أن فيه حد حاسس بيها تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من قبرى السلسل التجارية بأفرعها التي يصل عددها إلى 1074 فرعا لـ 31 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية تتوفر فيها السلع المتنوعة بجودة عالية وبالتخفضات المعلن عنها بالإضافة إلى صرادقات بالميادين الرئيسية و36 معراضا فرعيا للسلسل التجارية المشاركة بمختلف المحافظات مبادرة كويسة جدا بتقدر توفر طبعا الشعب المصري كل الأسافيات من زيت سكر رز كلام ده كله فهي حاجة كويسة جدا يعني أنها لازم تكون موجودة ولازم ندعمها المبادرة دي ساعدت في أن احنا ناخد بسعر أقل من السوق أسعار كلها كويسة جدا وعملت تخفضات كويسة جدا استراحة وفي إطار تطوير أليات مبادرة بما يضمن انتشارها ووفرة معروض قامت الوزارة بتجهيز عدد من الشوادر الجديدة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات يشارك فيها عدد كبير من الكائنات الصناعية والتجارية القبرى بمعروضات متنوعة من السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث تجري الاستعدادات والتجهيزات داخل هذه الشوادر وضخ كميات كبيرة من السلع بها لافتتاحها أمام المواطنين اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري للاستفادة من التخفيضات موضح جميعها على موقع وزارة الداخلية على الانترنت احنا موجودين النهاردة في المبادرة بشكل مباشر لأول مرة موجودين فيها كنا موجودين فيها قبل كده بشكل مش مباشر عن طريق وكلة أو طريق مجموعة من السلاسل التجاريين اللي بتنزل المبادرة مع وزارة الداخلية طبعا بس احنا المرادة لأول مرة نتواجد فيها بشكل مباشر بنشارك بجميع أنواع السلعة الغذائية اللي هي في المجال بتاعنا وبنحاول بقدر الإمكان ان احنا نوفر السلعة على مدار العام وزارة في المناسبات زي شهر رمضان وبنحاول بقدر الإمكان ان احنا نتغلب على غلاء الأسعار اللي موجود عالميا دلوقتي وما بنبصش لعملية مكسب أو خسارة قد ما بنبص ان السلعة لازم تكون بتوفرة وبسعر مناسب احنا بدأنا هذه المبادرة قبل شهر رمضان بفترة عشان نبدأ نسعد المواطن المصري مقدمين أسعار زيوت وأسعار مسل نباتي بأسعار خصومات تتراوح ما بين 15 إلى 25% وحيستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان بمشيئة الله وتحت ما ظلت المبادرة تواصل منظومة أمان توفير السلع عبر 1026 منفذا سابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية تابع لها موضح جميعها على موقع وزارة الداخلية على الانترنت فاضلا عن استمرارها في طرح كميات إضافية من السلع بأسعار مخفضة من خلال سيارات متنقلة موجودة بالشوارع والميادين بالمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية انتشار كبير لمبادرة كلنا واحد منذ إطلاق وزارة الداخلية لها مع مشاركة واسعة من كبار التجار والسلاسل التجارية أتاحت معروضا كبيرا من كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة رغم المتغيرات الاقتصادية المؤسرة على أسعار السلع حيث تسعى وزارة الداخلية إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال هذه المبادرة تتجدد مبادرة كلنا واحد باستمرار فمنذ أن أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة فإنها تشهد مشاركة واسعة من الكائنات التجارية والصناعية لتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية وغير الأساسية وكافة أنواع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة كما تحرص وزارة الداخلية على إقامة الشوادر في كل مكان على أرض الوطن عبدالله بركات التلفزيون المصري